اهلا و سعلا بكم في الفقرة التانية من صالون الصحة والجمال وهنتكلم فيها عن الطب التكاملي في العلاج بسم النحل و يسعدنا يكون معنا في الفقرة دي دكتور أمجد هزاع دكتورة العلاج الطبيعي أهلا و سعلا بحلال دكتور أمجد حق رائد العلاج الطبيعي في الشرق الأوسط و سمال أفريقيا وتميزت بالعديد من الأبحاث العلمية المنصورة في كبرى المجلات والدوريات واللي مرتبطة بدراسات في سم النحل و ما شابه فالنهاردة عايزين بقى ناخد من الحرك يعني نظرة متعمقة في العلاج بسم النحل ولكن من منظور بقى العلاج التكاملي في ظل أزمة الكورونا فنبدأ حقا كده بحديث الساعة وأزمة الكورونا و عايزة أخذنا حق يعني الرؤية الحالية لفيروس كوفيد 19 بعد الفترة بأنه كم شهر يعني كل يوم بتطلعنا أجهزة و مركز بحسية بالنتائج و بيعاد مرة تانية يعني دراستها و هكذا فحكي دينا الأول كده خاطرة من حضرتك و إطلالة علمية من منظور الطب التكاملي عن كوفيد 19 بسم الله الرحمن الرحيم بداية يعني ساعدت بهذا اللقاء الكريم و لقاء حضرتك أكثر ماد ألف ألف مليون مرحبا و بنشكر قناة الصحة و جمال و بنشكر كل السادة القائمين عليها و إن شاء الله بإذن الله نقدر نقدم معلومة ينتفع بها لجميع إن شاء الله فسؤال حضرتك جميل جدا يعني في نقطة الديني خاطرة من ناحية الخواطر فيعني هنحكي فيها للصبح الحقيقة يعني الحقيقة عندك دايما معالجة و أحيانا بتشملها بمنظور يعني ديني فلسفة كده غريبة إن هذا الفيروس جاء لكل دول العالم اللي عندها كل الأسلحة و أقوى الأسلحة و مش قادرة تقوم فيروس كورونا ما ميزش ما بين فقير و الكل محتار معاه كمان العلم احتار معاه و فوق كل ذي علم من عليم و ما قطيتم من علم إلا قليلة يعني كل المراكز البحثية و العلمية على مستوى العالم لسه لحد الوقت بتدرس فيه و كل يوم تقول لنا حاجات معينة و ترجع فيها و إن نظمة صحر العلمية بتقول لنا حاجات و أجهزة علمية تانية في جماعات كبرى بتقول حاجات تانية فإيه حكاية الفيروس؟ أي والله حكاية مبهمة يعني حكاية الفيروس مبهمة لكن في النهاية هنقدر نقول إن منعت الجسم هي الأساس طالما الجسم منعته جيدة و في نفس الوقت يعني نقدر نقول إن الأجهزة الأجهزة الجسمانية بسرعة عامة من كبد من الرئتين كل الأعضاء داخل الجسم سليمة فبالتأكيد سيمر هذا الفيروس مرور كرام يعني يعني لن يسبب مشكلة للجسم لكن أحب أتكلم عن موضوع حلقتنا الأساسي اللي هو العلاج بسم النحل و فيروس كورونا جميل؟ يعني من الحاجات الجميلة جدا في يوم تقريبا 23 ديسمبر 12 دراسة بحسية تمت على تمت في الصين على حوالي 515 مربي للنحل جميل؟ على المربيين 515 مربي منهم حوالي 723 مربي للنحل في منطقة وهان اللي هي المصدر الانطلاقة إلى الهان مصدر الانطلاقة الأول لكوفيد 19 جميل؟ اتعامل مسحة ل515 واحد زي ما قلت لحضراتك منهم أبناء وهان وجد أن جميعهم لم يصاب بالفيروس حتى وإن كان مر عليه الفيروس فلم يصاب بأي أعراض مطلقة ناخد من كده إياه دكتور عناد ناخد من كده إن سم النحل بروفلاكتك من الأمراض الفيروسية بسرعة طب هل في دراسات اتعاملت تعالى سم النحل إن هو أنت فيرل؟ نعم نعمول دراسات جميلة جدا جدا هك بتقول كلام خطير ومهيم جدا آه طبعا لا 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 والله كلام واضح وصريح وموجود في الأبحاث والناس تقدر تفتح مواقع الأبحاث العلمية وخاصة السادة الأطباء بوجههم يكتبوا يكتبوا يا حضرات بي فينا مصيرفي اكتبوا وشوفوا انت فيرل اكتبوا انت فيرل وشوفوا تأثير سم النحل على الفيروسات هنلاقي ان سم النحل انت فيرل والتجارب دي معمولة ان فيترو وان فيفو ومنتهية معمولة دراسات تعالى ايضا على الانسان في الحالات دي طبعا سم النحل اقدر اقول ان هو بروفلاكتك من الدرجة الاولى ازاي بقى؟ هو انه بسط للسادة المشاهدين عشان فيه جمهور كبير اه اه طبعا طبعا سم النحل وقائي من الدرجة الاولى فيه نقدر نقول فيه بسرعة عامة يا دكتور عناد من البكتيريا او من الفيروسات او كل الميكروارجانيزم بسرعة عامة سم النحل يعتبر مادة وقائية من الدرجة الاولى وموجود ابحث عن الاميونولوجي في فينا لحد ما التحصيل المناعي باستخدام البي فينام بسرعة عامة بقى ضد الفيروسات او ضد الحشرات او ضد الحساسية لهذه الميكروارجانيزم بسرعة عامة او الاجسام الدقيقة فلذلك لما اجي اتكلم عن الالاج بسم النحل او سم النحل في دوره التحفظي حتى في الحالات دي مش اقول الوقائي فقط لا والتحفظي او نقدر نقول الالاجي ايه اللي هيعمله سم النحل فيه حالة مثلا حالة مشكلة زي مشكلة كراء ايه اللي هيعمله سم النحل طبعا انا مش اسبيشاليست فيه الامراض الصدري ولكن انا متخيل الامر من خلال الابحاث العلمية المنشورة في سم النحل وتأثيرها على الشيست بسرعة عامة او الصدر اقدر اقول ان انا بمجرد ما بعمل حقن سم النحل على بعض المواضع فيه الرئتين حول الرئتين احفظ صدر فقط حقن اه بمجرد او اللادغ يا دكتور عامة اه لو انا عملت اللادغ ده او الحقن عملته يعني بين الضلوع ببساطة هجيب في الانترينسيك ماصل كده في العضلات اللي هي بين الضلوع هيبدأ يعمل ايه؟ هينشط الدورة الدموية في منطقة الصدر احنا كلنا عارفين قيمة الكاردياك مساش فقط ونشاط الدورة الدموية في منطقة الصدر تخيل لما انا انشط الاميونيتي طبعا فضلا عن الاطفال بالذات دايما اوصي بان انا اعمل لهم في اوسط الصدر منطقة وسط الصدر هنا يا دكتور في غدة وان كانت تقل تدريجيا مع العمر اسمعها سايماس جلان الغدة السيموسية الغدة السيموسية بيقل دورها كلما تقدم الانسان في العمر بمجرد ما الاطفال اعمل لهم استيميليشن يبقى انا بعمل لهم اصارة اصارة منعين طب وبالبي فينام او بيسم النحل بهذه المادة هي في النفقية يا دكتور اول حاجة هزود الاوزموتيك بريشار الضغط الاسموزي للشعيرات الدموية احنا عندنا زي ما قلنا الاوعية الدموية ماشية ازاي عندنا الارتري القلب لوم ضخة بيدخ الدم لكن الفين او الاوعية الدموية الدقيقة اللي هي الاوردة طلع بالضغط الاسموزي حركة العضلات ذات نفسه والانكباض العضلي اه بيطرد الدموية تخيل دكتور اكبر مشكلة ان بتحدث بيحدث ركود دموي في حالات كورونا بيحدث ركود دموي ده فين ويمكن السادة الاطباء فاهمين الامور ده خصوصا اطباء الصدر او اطباء العنان مركزة فاهمين الكلام ده كويس او نلاقي ان الركود ده حدث ما بين الكابلري والالفيولاي هنا بيحدث حاجة اسمها جاز اكشتشينج تبادل غازي تلاقي خلاص المريض ما عادش قادر ياخد نفسه وبالتالي هتخطه على تنفذ صناعي حتى لو خطيته على التنفذ الصناعي الدنيا مكتومة طب انا لما استخدم العلاج بلاد غل نحل وده يعني احد الزملاء المجتهدين في هذا الامر دكتور احمد مصطفى رئيس قسم العنان المركزة في مستشفى صدر الجيزة يعني الراجل مكتهد جدا في هذا الامر وعمل دراسة فيه وقدمها في كل مكان وبيكتهد لهذا الامر لانه ساعد حالات كتير جدا جدا من خلال هذا الامر ايه اللي هيحدث؟ هيزود الاوزموتك بريشر بس هيزود السيركوليشن هيزود البلات فلو يبقى ده رقم واحد جميل؟ رقم واحد ان انا عملت بلات فلو من الشست زودت الجاز اكسشنج على قد مقدر من خلال نشاط الدورة الدموية وان كانت الامور دي انا انا بتكلم على حاجة بتتم درجة الاكوريس بتاعتها او دقيقة درجة الدين كان في المية اللي بيتم دي محتاجة مجموعة قياسات لكن النتيجة خير دليل لما نعمل لمريض سريعة دكتور لما نعمل لمريض ويكون مصاب ويتحول من مريض مصاب الى مريض خلاص بدأ من حالة مزرية او حالة صعبة الى حالة سهلة ويبدأ يتحسن فده دليل على النتائج رقم اتنين سم النحل انت بينشط حاجة اسمها في الجسم فيبرينولايتك سيستم اللي هو جهاز زبط الجلطان اذا فهو منشط للدرجة الدموية من الدرجة الاولى يبقى نشاط الدورة وبالاضافة للأبحاث المنشورة في سم النحل عن امينوج بتاعته يبقى انا عندي علاج ممتاز جدا جدا يساعد للمرضى دول من الدرجة الاولى وعلى فكرة وعلى فكرة انا عايز اقول للسادة الاطباء اللي بيسمعوني دلوقتي ادخولوا وقروا عنه يا حضرات ادخولوا وقروا عن هتشوفوا حتى فيديوهات الصينيين نشرينها نشرين فيديوهات لمرضى بيعالجوهم بلدغ النحل مرضى شست طبعا هو الموضوع لا يقف يا دكتور اماد على مدى تأثير سم النحل على الستراندس مثلا على الفيروس على الفيروس نفسه يعني انا ما بيقفش الامر على انا ليه متجاهل دور المناعة في جسم الانسان واذا كان الموضوع كله المناعة مية في المية المناعة هي صحة الرئتين المناعة هي صحة الكبد يا حاب بتودل النظر يعني لا ننقي بالا بالفيروس على قد ما نهتم ببناء المناعة بزرح مجرد مادة تدخل نشطت الدورة الدموية نشطت جهاز المناعة لانه ان تجين ان تبادر اكشن يا حضرات هيبدأ ينشط ينشط جهاز المناعة حقيقة انا باتفق معك لاني بلاحظ ولاحظت في الفترة القليلة الماضية دي ان في بعض الناس بتصل لهم بعض الاعراض التفيفة ودون الذهاب الى اي مستشفى وبعض الاشياء البسيطة في المنزل وممكن لقيهم تعافوا وتعافوا بسرعة دون الوصول الى مرحات مضعفات متقدمة وتصدق دكتور بمشروبات بسيطة جدا بمشروبات بسيطة وده مش بس كده انا لقيت ناس مخلطة لاشخاص عندهم عدوى وما انتقلت لهمش العدوى اذا ايه العامل المشترك اللي بين الناس وبعضان اللي يخلي اللي مقدر نتكلم عنه المناعة اذا المناعة هي الاساس فتجد واحد انا كل يوم اتفرج على الفيديوهات اللي منشورة يا دكتور عماد الفيديوهات اللي الناس بتكلم فيها انا عد علي كورونا انا عملت مسحة وبقيت من بصدف لنيجاتف تبصت لقيت عملت ايه الناس كلها بتسأل اللي يقولك انا شربت زعتر بالقرنفل واللي يقول انا شربت ارفة وينسون وروزماري واللي يقول انا عملت يعني مشروبات كلها لمون بعسل موسخنة لمون بالعسل انا قسمت نفس لمونة وحطتها في كباية مية وفضل تشرب فيها باستمرار طول الليل هو كل اللي بيعمله بينشط الدورة دموية بيسخن جسمه بدأ يبعد عن الشاي والقهوة والحاجات اللي هي بتعمل ووطر تنشل احتباس مائي جميل وتقلل الدورة دموية ونشاط الدورة دموية ويذهب للحاجات اللي هي الفولا تايلز الفولا تايلز الحاجات اللي فيها زيوت طيارة ياخد المشروبات دي يسخن الدورة دموية في جسمه كله فإذا هو بيعمل هو بينشط جهاز المناعة بينشط جهاز المناعة أيا كان اللي بيحصل لكن هو بيعمل تنشيط للدورة الدموية ويرفع كفائتها وبيرفع كفائت جهاز المختلفة اللي في الجسم اللي بترفع المناعة بالضبط وده من خلال بقى تدخلات مختلفة وبنلاقي النتيجة واحدة ان جسمه بيبقى قادر ان هو يقاوم اي فيروس بالضبط يا دكتور وبما اننا ذكرنا جهاز المناعة وذكرنا المشروبات السخنة فاني بقول للناس انا لازلت مصمم على رأيي من ثلاث سنين يا حضرات يعني انا مش عايز اقول كده يعني الحمد لله والشكر الله على كل حال ولكن انا لم اصب بفيروس انفلوانزا من ثلاث سنوات مع انه كان انا يعني لو جلسين في مجلس كده دكتور اماد وحد عنده انفلوانزا انا عارف انا طالع بانفلوانزا يعني مش عارف اقول ايه يعني بعض الدراسات المنشورة من فاصيلة ايه انا فاصيلة ايه من الفصائل الضعيفة منعية ده بصراحة انا يعني الى حد ما انا مقدرش هدلل عليها دلالة علمية شاملة ولكن انا وجدت كده في نفس طول حياتي فيروس انفلوانزا كان يعني ما بيسبنش تقريبا في الشتاء قبل ما يعد علي ثلاث اربع خمس ست مرات سلاس سنوات معلومة بسيطة غيرت حياتي ايه المعلومة دي الماء البارد دا ايما نقول الناس لا دا حد توجه للاستاذ المشاهدين بقى النصيح دي مهمة دي دا انا بقول الماء البارد يا حضرات والله العظيم ما فيه اكتر من ان انا لحظت ملاحظة بسطة جدا كل ما خش انا امتى باخد الفيروس ده بس مجرد ادخل اغسل وشي بالماء البارد بالماء الساخن او اغتسب بالماء الساخن اطلع من جوه كنت مغسل باربعين درجة درجة حنط الورف لقاها عشرين من وسط من وسط تلاتين اه يقلل هنا يحصل ايه ها فازو كونستريكشن رتوبة هو رتوبة يحصل فازو كونستريكشن في الغشية السطحية فقط والجلد من بر هنا دكتور اماد بتقل المناع على اقل درجاتها اي ميكرو أورجينيزم عندك هيطل اي بيروق خلاص انت سمحت لهم يطل وان كان ده تفسير الى حد ما يعني انا شايفه الى حد ما صين تفك شوية ولكن فيه اكيد تفسيرات ادك عموما انا بقول لحضراتكم على الملاحظة البسيط حتى اللي حوالي يا دكتور اماد واحد زي الدكتور اماد بيشتكيلي من انفوانز اقول له او دخل علي من انفوانز اقول له متعت نفسك بشوية ما يسخنين من النهاردة يقول له اه غسلت بالساخن وطلعب اختسلت بالساخن وطلعب اقول له ليه متاع قليل من بعده عذاب كبير ولكن قدرة الجسم على الاحتمال يا فندم بتبقى محتاجة تعود من سن مبكر على انه يعني يا دكتور اماد انا مش ضد انك تختسل بالماء الساخن قبل ما تطلع حضرتك علمونا من قادم الزمان قبل ما تطلع خلي اخر الماء بارد ده المطلوب ففي النهاية انا بقول لو حتى اختسلت بالماء الساخن الماء البردة وتوضى بيها غسل وشك بيها مش عايز توضى غسل وشك بس يا سيد اعمل معادلة للوسط اه غسل وش انا عايزك تتلج راسك قبل ما تطلع عشان تطلع برا لوسط من ساخن ده في ناس بقى يا دكتور في الموضوع ده يعني ناس انا معلش انا اسف في اللفظ انا باعتبره بيجرم في حق نفسه مجرم ايه المجرم ده داخل عمل غسل بالماء الساخن وخلى بخار المية يتنفس بخار الماء عارف يتنفس البخار الساخن بيحصل اه هو اصلا خلاص يعني خلى الجهاز التنفسي كله ساخن بخار ماء مجرد يا دكتور اماد يطلع برا حتى لو الجو برا ساخن والله لا يستهوى يستهوى ده مصطلحا جميل بمجرد ما يطلع برا ها يحدث نوع من الفازو كونستريكشن جميل ده هيقلل درجة لاننا انا عملت تبريد من بعد تسخين تبريد من بعد تسخين وخلي بالحضرتك انه على جزء واحد من الجسم وده يذكرني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اولواية بتقول فيما معناها انا مش فاكر النص ولكن لا ينام احدكم بعضهم في الظل وبعضهم في الشمس استقطاب يا حضرات استقطاب فانت لبست ايوا وبعد كده طبعت خليت الجهاز التنفسي اللي مفترض انه هو جوه دافي وجهته خدت اول نفس بارد ومصيبة بقى لو تطلع البيت دلوقتي يعني اغلب البيت مكيفة ومراوح يطلع يا دكتور عماد من الساخن على طول على الايه على المراوح او على البارد او على التكيف او على الهوى تفاجأ خلاص بقى يعني خلاص انت حتى بتحس بجلدك وتحس بواجهك انه نشف شوية بالله عليك ما بتحسش الاحساس ده طب انا هقول لحضركك على حاج فكر اخر خمسين مرة خدت فيهم انفلوانزا لأ طبعا مش هتفتك فكر في اخر مرة مش كنت قبلها متوضل بالماء الساخن او مغسل بالماء الساخن او مختسل متشطف بالماء الساخن او انتقل من لو انت مش فاكر انا بكسملك بالله انه ده حدث وبتحصل لنا كتير طبعا ما بندخل من تكييف من منطقة مكيفة فيها برودة منطقة الساخنة او العكس لا هو مستخن للبارد من الساخن للبارد مش ملبرد للساخن صعبة دي جدا لو ناس بقى بتقولي لا ده انا حدثت لمرة وانا في العربية اقولك ما انت كنت عرقان حضرتك يعني حتى ما غسلتش وشك بالصبح وشك عرقان وملح وبعد كده حضرتك كنت عرقان كده خدت مثلا طيار هوا بأي شكل دخلت عبتت احت مروحها او 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 فانا بنصح الناس اللي هما جايين من برا دخلين البيت ما تدخلش تقعد في التكييف ادخل وقعد اعتور في الحمام غسل وشك الاول ده نقطة مهمة من الساخن من الساخن للبارد هو ده اللي فيه خطيرة من البارد للساخن انا مش خايد من البارد لان الجسم ساخن يا دكتور الجسم ساخن وبرضه بقول للناس عشان بيفهموا الموضوع ده بالخطأ يعني زعاني كتير جدا اكتر كمان زعلاني دلوقتي ان الناس فهمت لما قلنا الفيروس هيموت او هيقل مع الحرارة هيقل مع الحرارة هما يقصدوا بها المصطلحات اللي انا عملا شرحها بيه جميل ان احنا كنا في ايام بردة في ايام بردة فالناس بتخش تغسل بالساخن وتطلع انما مع الايام لما الجوه كل ما الجوه يدفع اكيد المعدل هيقلم جميل ولكن عايز اقول للناس ايه حضراتكم فهمتم لما تقالي الكلام ده ان تغسل بالماء الساخن والله اغلب المرضى اللي داخلين علينا دكتور عماد يقولوا احنا بنغسل بالساخن عشان موت الفيروس ومنهم من يستنشق بالساخن بيستقبلوا ان هو كده بيموت الفيروسات لا لا انت هتموت منعتك مش هتموت الفيروس الفيروس يقدر يعيش على فكرة لاربعين درجة واكتر من كده على فكرة والدليل انه هو مخليهم درجة حرطهم عالية وعايش ومنعنش سبعة النصائحة دكتور بتقول يعني من اجراءات الوقاية تشرب مشروبات دافئة عشان ايوة يا دكتور انا ما اختلفتش مع حضرتك اشرب الساخن هنا اشرب الساخن ليه بقى جسمك من جوه ساخن ادي له ساخن اما تنفس بتخسل بالبارد انت هنا هو ده مشروب بنشرابه وندخله على الرئتين لا احنا بنقول ان الرئتين بيتعاملوا مع الهواء البارد صح ولا اما المعدة كلها دافئ وسط دافئ وسط حنج وسط حارك هنا محتاج البارد يعني الناس اللي بتشرب الماء البارد او الكوكا او الحاجات دي اقول له اطمن على نفسك روح شوف اعمل سي بي سي وشوف الكوسايتس عندك كم كرات الدم البيضاء ادرس منعتك شكلها ايه خاف على نفسك انا بنصح الجميع ما فيش حد يشرب اي حاجة بردة اي حاجة بردة اي حاجة بردة يا ريت نحزف من قموس افكارنا نشرب حاجة بردة يا ريت نحزفها من قموس ده مش باردة بس ده في ناس بتشربها مثلجة يعني طالعة من بالتلج نفسه لا انا بقول للناس والله العظيم كل مشروب بارد بتشربه يدر صحة الجهاز الهضمي وصحة الانسان مرهونة بصحة الجهاز الهضمي معدى كبد كونون امعاء وصحة هذي الاشياء مربوطة او مرهونة بالدرجة الحرارة اللي انت بتدخلها من المأكلات او المشروبات ده قلت لنا نصيحة درية الماء الدافئ والمشروبات الدافئة ده نصيحة من خبرات يعني خبرات مجربة ولها يعني يعني كذور علمية تعرف يا دكتور ان اغلب الكلام اللي انا بقوله دايما يعني هي تجارب او حتى انا تأثرت من مادتي العلمية او من دراستي الجميلة بكلية العلاج الطبيعي والدراسة الطبية اللي خدتها اللي اكتر حاجات بتكلم فيها ما تأثرت به اللي انا تأثرت فيه انا تأثرت ببعض الاشياء فبدأت ادور وراها ليه 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 مرات مخلال ممرسة مع ربطها بالجانب الاكاديمي والعلمي او بالضبط يعني الى حد ما كليات علمتنا ازاي نقرأ وازاي نفهم وازاي نحس وازاي نفكر وازاي نفكر ونحس الحاجة اللي هتنفع المريض لكن في الآخر بقول ان مصلحة المريض مرهونة برضو وببدا اجتهاد الطبيع يعني انا مش افضل على المادة اللي تعلمتها حضرات من عشرين سنة بالتأكيد لازم اطور نفس لازم ابحث لازم اشوف فطبعا يعني لازم نفكر بمنهج منهج علمي وما نفوتش الزوهر لدكتور عمل وده مرتبط ب يعني طبيعة الممارسة الحياتية للناس يعني شوحات بتقول ما كلها ممارسات واسلوب حياة لكن حضرات كلمتنا عن في بداية الحلقة عن سم النحل وعلقته وعلقته بالوقاية واذا امرت ان تطاع فأمر بما يستطاع بما يستطاع يعني انا في بداية الحلقة بقول يعني احنا كلنا متاح بالنسبة لنا عسل النحل اللي بقينا دلوقتي برضو بنحتار فيه وبقينا مش عارفين هو هو ده العسل اللي فيه شفاء للناس ولا ده اللي فيه حاجات تكملية ومكملة زي ما بنسمع من بعض الجهات ومع ذلك العسل ممكن نحصل عليه ونقول يعني مفيد ولكن حاجة ما تكلمني بقى عن سم النحل ومدى أهميته في الوقاية لا ده نعايزه كمان بقى زي ما حاجة بتقول في العلاك طيب ده متوفر فين واجيبه ازاي واتعاون معه ازاي طيب أول حاجة نقطة الأولى منها مقدرش أفوتها العسل النحل والكلام الكريتكال اللي حم نحلة ففيه الفايدة وفيه القيمة يعني طالما نازل من نحلة ففيه القيمة هتقول لي ده خدت بحلية سكرية وخدت وخدت هقولك برضو فيه القيمة وفيه الفايدة عمر العسل ما يبقى سكر روح مصنع السكر وشوف يعني إيه سكر جميل عشان تعرف يعني السكر يا حضرات ده بيبيض بالجير يا حضرات يعني له طريقة في التصنيع حضراتكو اروع عنها لا العسل عسل والنحلة لما خدته وطلعته حتى وإن أخدت بعض المحليل فبيتعاملها ده بيدر النحلة جميل وبيقلل قيمة العسل ولكن يعني ما قدرش إن أنا وصله لقيمة العسل تسوي وقيمة السكر ما قدرش أقول الكلام ده لأ هو في قيمة قيمة للجسم الإنساني وصحة منعت جسم الإنسان وقيمة للجهاز الهضمي وقيمة جبيرة جدا ولكن طبعا إحنا بنقول كلما صحة العسل صحة قيمته بمعنى كلما جبت العسل ده بالعسل النحلة المتغزية طبيعي بدون أي تغزية ما تغزيتش خدت رحيق طلعت لعسل طبيعي بيبقى أفضل ولذلك من المصطلحات اللي أنا نفسي أضفها للمجتمع في مصر مصطلح جميل قوي يمكن نقله من دول المغرب العربي عسل حر حر النحلة كانت حرة في متأكل وتشهر مش أنا عامل مصنع عندي مصنع للنحلة اشرب من هنا وحط هنا فياريت يعني أنا بنصح النحلين كلهم وبقول لهم مش أقول لهم غير كلمة واحدة اكرمونا اكرمونا في صحاتنا اكرمونا في صحاتنا مش أكدر فطبعا ولكن رغم عن الشيء ده أنا بقول العسل هو الأفضل العسل هو الأفضل ولو هتحلي فأفضل التحليل العسل ولكن خطأ كبير جدا بيقع فيه الناس لما يضعوا العسل فوق درجة حرارة للمية أكتر من خمسين درجة يا حضرات كلنا عارفين ان العسل ممتلئ بمواد انزيمية تلك المواد التي تتكسر في درجة حرارة أعلى من خمسين أو ستين درجة يعني يفقد يفقد فايدته لو حلت به يعني شاي أو حاجة شاخنة تفقد كم طور؟ يفقد يا دكتور طبعا لازم يهدى يعني أنا لو لو مصمم لنا هاستخدم وطبعا كلمة شاي دكتور أنا برضو أعرف حضرتك وانا أعرف بها مش الشاي اللي هو مشروب الشاي اللي أنا أعرف أن كل عجب ممكن يبقى شاي الشاي العجب برضو مش هنفوته الناس طالما ذكرنا الشاي مش هنفوت النقطة دي يا دكتور حضر رجبها اللي بتفتح طبعا ده جميلة كلها يعني رسائل للمشاهدين مفيدة فأول شي أنا عايز أنصح بك جميع السادة المشاهدين أول نقطة العسل نحطه دايما في درجة حرارة خفيفة يعني يبقى احنا عندنا دلوقتي في بعض الكاتلز موجودة نقدر نعمل ستين يعني نسخن الماء لحد ستين حتى وإن سخنناها المية فنسيبها تبرد وبعد كده بعد ما يبرد قليلا نبدأ نضيف العسل كنعمة تحليل أيوة أنا معاك في الوقت ده اللي هو المستصغي يا حضرات اللي هو أنت تقدر تشربه طبعا فيه ناس سنعارف أن فيه ناس متعودة عنها تشرب درجة حرارة مية دول يعني خلاص ولكن أنا بنصح الناس اللي هم يعني ركاق اللسان اللي لسه في الأول أو السيدان يعني لحد ما بنقول لو أنت عايز تشرب مشروب صح نيجي للنقطة رقم اتنين يا دكتور عماد الشاي الشاي أنا بنصح دايما الشاي ده يا حضرات مؤكسد مؤكسد محروق يعني محروق الشاي والقهوة القهوة السودة تحرقت الشاي ده تحرق أنا عايز معلومة بقى صحيحة من حضرات الموضوع الشاي يعني بسمع وخاصة كمان في دول في إفريقيا شاي شاي الأعشاب يعني شاي الزعتر شاي هو ايه الفرق بين كلمة شاي والشاي اللحمر اللي احنا متعودين عليه لا احنا بنقربها للنفوس يعني بقول لهم ده اسمه شاي برضو يعني هو شجرة الشاي نفسها ما اسمها الشاي يعني اسمها كاميليا السينسز يعني دي شجرة اسمها لا اسم ولكن احنا يعني مصطلح شاي أصبح يساوي كلمة مشروب مشروب بالظهر اه فاحنا بنقول لهم مشروب شاي رزماري شاي شمر إنما احنا عصدنا بقى على عجبة الشاي نخليها فاميليا عايزين نقول للناس فيه الشاي الاسود اتحرق طب انا اتحبوا اكرهكم في الشاي الاسود انا رؤيتي في ايه يعني انا فكرت في في مدخل تاني كده مدخل مختلف في يوم بقرة رواية عن رسول صلى الله عليه وسلم بتقول ايه مهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المحروق من الطعام طب ما هو الشاي ده محروق والقهوة محروق اي حاجة مؤكسدة ده اعتبر محروق نسبة كربون مؤكسة مؤكسة الشاي ده مؤكسة حمضيته يا حضرات من سبعة من اربعة او على حسب بقى لو نشرب شاي تقل يبقى ابدأ من ثلاثة ونص او من ثلاثة لحد خمسة لو خفيف الشاي ده مؤكسة محروق يضرك في ايه اي حاجة محروقة مؤكسدة خلاص يبقى انت عندك دلوقتي هي من البداية من البداية كده تضر جهاز المنع تضر الدورة دموين تسبب احتباس ماء شوف ما من طبيب الا وسينهاك عن شراب الشاي والقهوة المحروقين تمعي لما تتعب لقدر الله ويجي لك مشكلة مرضية ناخد اتصال من رانيا ونستكمل على العكس نصايح الشاي ان شاء الله رانيا معنا سلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام ممكن اكلم من الدكتور معاك الدكتور أمجد اه سلام عليكم زي حضركة ده عليكم السلام ورحمة الله استاذ راني اتفضل أمور دلوقتي انا كان عندي برد من حوالي اسبوع كده ايوة اه من ساعتها وانا تقضح حسة الشام الهائي ايوة فانا مش عارف اعمل ايه بطراحة يعني قريت عن نفسه وكده قاله تاكل فلفل وتستنشكي معرفة لا يا استاذتنا لا 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 انت تبدأي تطلعي مبدئيا على مستشفى صدر مثلا جميل وتبدأي تعرضي حالتك عليهم لان احنا يعني مش عايزين نقلقك ولكن في نفس الوقت ما نفوتشي النقطة دي جميل فلازم تروحي وتشوفي لان ممكن يكون لقدر الله اشتباه ده في كورونا او في مشكلة فبالتالي تقدري تشربي من دلوقتي مشروبات جميلة زي زي ما قلت حضرتك زعتر بالقرونفل حاجات الجميلة اللي اتنشط المناعة دي ولكن ابدأي يلا اكتهدي واسعي روحي مباشرة دي التصل بمية وخمسة او شوفهم هيقولك ايه هيوجهوك هيمالولك حاجة زي استبيان بسيط كده بتحسي بتحسي عندك عندك هياخدوا منك شوات حاجات وهيوجهوك مباشرة ولكن لازم تبدأي من دلوقتي في فحص مشكلتك يعني يعني يا رانيا بضم صوت الصوت دكتور أمجد ووالله حيك ما تقلقيش وكتير من الاعراض دلوقتي جاي ببسيطة ببسيطة بسيطة وممكن تكون حاجات بسيطة وبالعزل المنزلي مع بعض الاشياء اللي بتقوي المناعة زي اللي قالها وان شاء الله ما تتبع حلقتنا مع دكتور أمجد ان شاء الله يتم التعافي بإذن الله تعالى والشفاء لك والأسرة بإذن الله تعالى معنا يا سارة صالح السيد صالح إزاك يا دكتور عماد أهلا وسلم بيك يا مرحب إزاك حضرتك والله أنا بشكر القناة الجميلة دي وصراحة طرام بتاعكو جميلة وتشجع ربنا يبارك حضرتك معاك دكتور أمجد ماشي تنين الدكتور لا ده هو بيسلم عليك يعني أنا عارف ان انت تسأل دكتور أمجد سؤال يلا اخترع سؤاله ان شاء الله ياته لدكتور إن شاء الله حضرتك ربنا يبارك فيك دايما ماشي تنين دكتور أمجد اتفضل اتفضل مع حضرتك دكتور أمجد اتفضل الزمان سو الصالح مع الصالح دكتور أمجد إن كان عندي حالة بالنسبة للخلس أه ابقالي 11 سنة متجوز وعندي ضعف في الشريان بتاع الحيوان المنوي أي فممكن حضرتك اللي لايج بسم النحل ممكن يعالج الشريان طيب أنا يعني أنا اللي عايز أقول لك عليه إحنا لازم نشوف مجموعة فحصات الفحصات اللي انت عملتها لكن مبدئيا مبدئيا بنصحك أيضا بيقال علاج بسم النحل لإن في بعض التجارة والإكليكية نكحة جدا جدا في هذه الحالات وبعدين مالوش صاير الفكت يعني مالكش طبعا على يد مختص خلي بالك بالنقطة دي ما تروح لش عند النحل وتبدأ تلدغ ويجيلك حساسية وسخونة وتدام فيها وما تستفدش لا خليك على يد مختص وإن شاء الله بإذن الله يعني عمتا تجد خير بإذن الله شكرا على اتصالك أستاذ صالح وإن شاء الله نطمئنا لك الشفاء معانا اتصال نقطع على اتصال شكرا تابع مرة تانية كنا قبل المداخلة دكتور بنتكلم عن الشاي فاكر يا دكتور فاكر نكمل للناس نقول لهم لذلك أنا بقول لكم اشربوا الشاي الأخضر ما هو نفس الشجرة يا دكتور وهي نفس الكاتشنز نفس الفلافونويدز نفس الحاجة ولكن نشرب الشاي الأخضر والله يا دكتور أنا كنت أروح دول المغرب العربي ونجاي أجيب كمية شاي يعني اتعد مثلا خمس تلاف جنيه أجيب شاي ونجاي شاي أخضر آه والله فوجئت لقيته موجود في مصر يا حضرات عندنا هنا بعض المستوردين المحترمين أنا مش أقول أسماء على الهوى ولكن موجود الشاي ده ولكن كل المطلوب أنا في الأول بعمله غسلة كده غسلة جميل الشاي الأخضر تحط الماء الدافئ عليه وتبدأ تقلب وتنزل الأول عشان تتخلص من الشوائد والأتربة والصبغيات المرة خلي بال خضرتك احنا بنجمع الورق ده ما نضفنهوش من الأتربة والشوائد اللي عليه طبعا هل يقتلوا ماء الساخنة دي يعني ما بتقتلش المكروبات اللي ممكن تكون علقة عليه وفي نفس الوقت ممكن المرحلة الأولى تضيع الفايدة منه ناخد الإجابة على السؤال بعد اتصار السيد مختادي معايا السيد مختادي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازاها بلدكم أبا كثرة اهلا بيك مرحبا اتفضل انا بحييكم وبشكركم والله ربنا يبارك حيك اهلا بحييك الأول على اسمك الجميل ده انا لما بنام اهلا بحس ان النفس ازا مكون مخدوم اولا بيحصل مش خير زيادة عن اللازم يعني لا سمين وبطمك سمين وبطمك عالية لا جاوبني سمين وبطمك عالية لا 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 مش سمين ولا بطمك عالية طب جميل جميل كم فيش اي مشكلة فيه جيوب انفية او اي مشكلة لا انا انا جيوب انفية يعني كان فيها مشاكل خطبك عالية من نجا بتعمل الضعنص وكنا جميل 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 كامل يا غالي فهي عندي الحتة دي ده هم جيتني فاكت شوية وما بنامش انهم اللي هو العنق اللي اتعاست على بعضها يعني يعني انت بتحس ان انت دماغك يكز او انت نايل يكز يعني اي شيء صحيك اه بيحصل تمام تمام طيب بسيطة يا استاذ طيب شكرا ان اتصالك استاذ مهتدي وتابع الإجابة وانا فاكر كده الإجابة يعني طيب تابع معنا الإجابة حقيقة ان شاء الله من خلال الشاشة اه على قول مادئيا عشان ما نساش اول شيء يعني مضغ شمع العسل مضغ شمع العسل هاتلي الشمع عسل يعني دلوقتي موجود دلوقتي وإحنا في الموسم بداعه احنا في الموسم يا استاذ مهتدي إلحق نفسك بايه عبوتين تلاتة شمع عسل كده بسرعة جميل وابدأ خد ملعقة تلات او خمس مرات في اليوم جميل قبل الاكل بنص ساعة وصباحا ومساءا وقبل ما اتنان ده مهم جدا مهم جدا يا استاذ مهتدي حط هاتم العاقة لبان بكر حطها يعني الصباح تشربها في المساء ومساء تشربها في الصباح ده مهمة جدا جدا يعني اشرب يعني منكوع لبان بكر وشمع العسل ده مهم جدا جدا للحاجات الجميلة اللي انا هقول لحضرك عليها لدغ النحل او العلاج بسم النحل او انجيكشن حتى في المناطق اللي حوالين الانت ده يساعدك كتير جدا جدا العلاج بالحجامة انك انت تشيل بس كده الكونجست البلد ده وتبدأ تنشط السيركوليشن العلاج بالحجامة يا دكتور اماد بيفتح حاجة اسمها الميكرو سيركوليشن الدورة الدموية في جسم الانسان الشعارات الدموية في جسم الانسان مش كلها ده الشعارات دي يا دكتور تغطي الكرة الارضية تخيل منها جزء بسيط هو اللي شغاله ومأهول بالدم والباقي كله مش مأهول بالدم انا منطقة زي دي ضعيفة بالدورة الدموية هتقول لي ما هي فائدة الحجام هقول لك تنشط الميكرو سيركوليشن في المكان ده هتقول لي ركب بتوجعن هقول لك نشط الميكرو سيركوليشن حوالين الرجبة ليه؟ عشان الميكرو سيركوليشن لما تزيد حوالين الرجبة الدورة الدموية هتقدر انك انت تعمل هتعمل استيميليشن ليه؟ هم؟ السينوفيا الممبرين بيعتمد او نقدر نقول الكارترش الحركة بتاعت اللي هي التحميل لود وانلود مش هيقدر انه هو يزبط للضغط داخل المفصل ما بين الداخل والخارج وينشط الدورة الدموية عشان يدخل يمتص السوائل وتزيد السوائل المفصلية او تبقى معتدلة معتدل في الضغط يا دكتور ما بين الداخل والخارج الا بنشاط الدورة الدموية يبقى تنشط الميكرو سيركوليشن هتسألني وتقول لي الحجامة هتعمل لي ايه؟ لألام ظهري هقولك هتنشط الميكرو سيركوليشن ايه الميكرو سيركوليشن؟ مجرد بس ان انا انشط الدورة الدموية في العضلات في المنطقة المنطقة ألام مثلا أسفل الظهر نشط الدورة الدموية في العضلات ده هيساعدني في ايه؟ هيقلل الليسبازم هيقلل الليسبازم اللي سبازم بسبب ضعف البلد فلو ولما بتروح تعمل جلسات عليك طبيعي حتى وتفضل شهر و 12 جلس بيبقى الهدف الأساسي عند دكتور العلاج الطبيعي إن هو ينشط لك البلد فلو عشان نشاط البلد فلو بيقلل انفلميشن بيقلل الالتهاد نشاط الدورة الدموية يعمل استرخاء مش محتاج أخد مرخيات كتير هقلل الأدوية فهقلل الحملة على الكبد كبدنا تهرى من كتر الأدوية دكتور لازم نخف شوية لازم ندخل الطبيعة شوية ده موضوع الكبد ده يعني أنا يا دكتور لو كلمت في الميكرو سيركوليشن مش هخلص الا يعني السنة الجاية زي دلوقت يا حضرات يا حضرات كل الأمراض الميكرو سيركوليشن نشط مجرب ما نبدأ نعمل شرطات القليلة دي تبدأ تعمل نشطة الدورة دموها في أي مكان الميكرو سيركوليشن تفتحت غزت المكان منعت المكان أو زي ما بقول دايما الاسبيسيفيك إميونيتي بتاعت المكان قوة المكان زادت قوة تحملها تزيد إحنا محتاجين نتكلم عن الحجامة دكتور وأهميتها و بنذكر الأستاذ مهتدي على اتصال وناخد اتصال من دكتور محمود أستاذ محمود تفضل ألو تفضلي أم محمود أهلا وسهلا بيك تفضلي أهلا وسهلا بيك تفضلي أهلا وسهلا بيك تفضلي تفضلي أنا بتعلم عملية في ظهري إيجي عشر سنين كده ألف سلامة الله سلامة والدكتور قال لي أنت عندك خشنة في ظهريك و جيت عملت إشاعة تاني بقول لي أنت عندك ظهر أغضروف أي أيوة يا محمود أيوة وبعد ذلك أنا أدبختي أجي يمشي مش بقدر أمشي بيتعبني بالنحية الشماء ألف سلامة يا محمود حاضر هجوبتك و عندي ضغط و عندي سكر أيوة يا محمود أيوة تمام تمام و عندي عملية دعام والله كل اللي بتحكي فيه ده سهل طيب أعمل عملية دعامة و عرفش أنا اللي يمدي نفسي مخطوف قدر و متداي حاضر يا محمود والله هجوبك إجابة وافية ركز معايا والله ركز معايا و إن شاء الله كله تابعي من خلال الشاشة و شكرا لاتصادك تحيي أمو محمود بتتكلم بقى عن الخشونة في المفاصل و العمودة الفقرية أنا سأنا حالة و على الدكتور الحالة دي أنا نعم مجموعة أمرات تانية عندي اعتاب لجراحين المخ والأعصاب في النقطة دي عندي جراحين لعمودة الفقرية أنا عندي اعتاب كبير جدا جدا في النقطة دي أنا لما كل مريض جايلي عنده ديسك أو عنده غضروف وأقوم أنا فاتح و غير البيومكانيكس بتاعت العمودة الفقرية لا يا حضرات لازم يبقى فيه تكامل بيننا وبين العلاجة الطبيعية فاهمين يعني إيه ميكانيكا حركة العضرات الميكانيكا العمودة الفقر إنما أنا دلوقتي الست بتقول إيه أم محمود بتقول أنا عملت العملية بعد ما عملت العملية سيين بقى طبع عمل لي إيه لو عمل لي فكسيشن ولا ثبت لي لغبط لي ميكانيكا العمودة الفقر أنا ماش ضد الجراحة ولكن لها حالاتها زي ما الكتاب بيقوم وزي ما علمتونا في الكتب تلت حالات المريض عنده شلل في الطرفين السفليين شلل لا يستطيع الحركة المريض عنده ألم لا يتحسن رغم عن الأدوية والعلاج الطبيعي والراحة المريض عنده آآ خلاص حدث احتباس بول أو احتباس في البراز يعني حدث احتباس في الحالة دي إنها مش كل واحد دخل علي لا لازم أنا أعمل جراحة آآ انت عندك غضوف وأتعمل جراحة آآ عشان خلاص ما له وانت صغية راح سنياك اعمل وانت صغية دي حاجة يا دكتور عماد والله العظيم مع الصبانة في العيادات مع الصبانة لا لازم نعرف إن في علاج للمريض ده المريض أحق بيه مش موضوع عيادات ولا موضوع ده كتر المريض فين فين الطرف الثالث المضرور لازم نبقى عارفين أنا لما بعمل الجراحة دي ومن أولها كده عملت جراحة معقول ديسك ديسك صغير ولا بتاع عملت له جراحة يا دكتور عماد خلاص بعده بقى اللي فوقه ولو عمل فكسيشن الدكتور يضرب اللمبر كله خدت بالحضرتك المريض ينزل يحمل بعد ما كان معاه حركة في الاسباين بدأت تقل الحركة دي بدأت تقل فتح فتح في المنطقة بدأ يعمل حاجات وحاجات بدأت شد الفشية في المنطقة شد المنطقة فالموبيلتي بتاعة المريض بتقل الموبيلتي بتقل فأنا بنصح البرضة دايما بقول لهم خلوا الجراحة دي آخر شي جميل إنك تفتح بس العضلات كده ده تقل لوحدها من 60% لتسعين في المنطقة خليها لو ما فيش حل خالص جميل فالسبب فيه الدسك التاني هي هتلاقيها عملت لها مثلا دسكين وعملت فيكسيشن بعدها الحمل بقى فوق الحمل بقى فيه مين بقى فوق ده أنا يعني صعقت من أيام لقيت واحد عنده أربعة دسكات في أشعة من 2010 برضه عمله أحد الأطباء عمله 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 أربعة خمسة وقل خمسة إس واحد ويسابله اللي فوق خلاص هم دول أكتر حاجة تعبينك وأنا أعمله وحافظ على نفسك يا عم المريض طلع المريض الحمد لله أنا كويس فبينزل يجيب الموبايل اللي سايبه على الترابيزة ويوطي بينزل يجيب حاجة من على الأرض وقعت منه خلاص الدسكين اللي فوقهم بعد مكان ربنا سبحانه وتعالى عملوا ميكانيكا إن هي في موبيليتي كويسة خلاص ينزل يجيبها من على الأرض تفاجأ تلاقي الدسك اللي كان صغير بقى كبير تعالى يا حبيبي تاني هنفتح لك ظهرك تاني يعني كلام الناس من يعملوا بسستة مش بيهزروا والله ما بيهزروا أكسم بالله أنا شفت مريض عامل جراحة ثلاث مرة جراحة غدروف ثلاث مرة ليه ليه الكلام ده طب أنا أخلي الجراحة آخر شيء وأقول للمريض تعالى والله العظيم يا دكتور حتى لو الحالة لو الحالة حدث لها وكنس شديد وحدث برالسز مع العلاج الطبيعي التدريجي مع وسائل الطب التكبيلي والله العظيم بيتحس وأنا عند مرضى كتير يعني ننصح لأمو محمود أنا مش بعمل دعاية أكسم بالله العظيم ولا عايز أعمل دعاية اللي أنا هشتغله اللي هشتغله في اليوم هو هو عدد الحالات أنا بيجي لي مثلا عشر حالات هم هم مش هشتغل غيرهم ولكن أنا بقول للناس خلوا دايما الجراحات ده آخر حاجة وبحسوا عن الوسائل الطبيعية اللي تساعدك بدون ما تأذي نفسك يعني نصيحة نصيحة أخيرة لأمو محمود في الحالة أمو محمود ننسيته محمود الله يبارك نصيحة عشان أول حاجة محمود بعيدة عن الشاي والقهوة بتشرب الشاي والقهوة أمو محمود أول حاجة خليك في المشروبات الخفيفة الحلبة الينسون الكراوية الحاجات اللي تهد قولونك يا محمود ده أول حاجة رقم اتنين اعمالي جلسات علاج طبيعي بسرعة ابدأي نشاط الدورة الدموية ابدأي في جلسات العلاج الطبيعي أنا مش بوصيك دلوقتي بسم النحل ولا أي حاجة دلوقتي لأن لازم خبير أو خصوصا أن عامل أن أنت عامل دعامة خلي بالي واحدة واحدة بالروحة هنعمل كل اللي هنعمله كالتالي أن أنا محتاج كل اللي أنا محتاجه تنشط للدورة الدموية ببعض وسائل علاج الطبيعي تروحي تعملي جلسات علاج طبيعي وتاخذي المشروبات وفي البيت كده تجيبي زيت زي الكفور والنعناع وتعملي كمدات مياه دفية كل يوم وتبليكي ظهرك كويس إن شاء الله الدنيا هتتحس الضغط والسكر المحمود مش هوصيك البرنامج الغذائي ابحسي عن برنامج غذائي لعلاج السكر برنامج غذائي يقلل لك السكر أنت عموماً محمود سمينة حقيقة عرفت أنا من عرفت من وضع العمود الفقري عرفت من الضغط عرفت من السكر فحفظة عن نفسك محمود ابدي أعمالي برامج تغزوية تقلل شوية ترقام جد الحقيقة الحلقة خلصت ولكن الكلام في الطب التكميل وخاصة لما حالك لسه مخلص نشكر حضرتك الله يبك صحة ونتمنى أن نلتقي إن شاء الله ونستكمل الحوار حول الطب التكاملي وخاصة لك على يكسون النحل شكرا جزيلا دكتور أمجد أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته